تصطدف مصر لأول مرة الدورة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من بطولة المصابقة الدولية للبرمجة وذلك بمدينة الأقصر في الفترة من الرابع عشر إلى التاسع عشر من إبريل الفين أربع وعشرين تضم المصابقة أفضل ثلاثمائة فريق تم اختيارهم من مجموعة كبيرة تشتمل على حوالي أربعين الفريق تنافس في التصفيات لتصبح منصة عالمية مميزة للتنافس بين طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم في مجال البرمجة اهتمام كبير توليه الدولة بالشباب وذلك في إطار سعيها المتواصل للاستثمار في العنصر البشري والإيمان بالإبداع والابتقار اهتمام ينعكس في استضافة مصر لأول مرة الدورة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من البطولة الأكبر والأهم في مجال البرمجيات على مستوى العالم المسابقة الدولية للبرمجة التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومشاركة شركة هواوي العالمية وذلك بمدينة الأكسر في الفترة من الرابع عشر إلى التاسع عشر من أبريل الفين أربع وعشرين شكراً فخامة رئيس عفاتح السيسي على شرف الرعاية الكريمة شكراً دولة رئيس الوزراء شكراً الحكومة المصرية على هذا التعاون اللي هو نتج عنه نهاردة حفل أسطوي في الأقصر نهاردة بيطلع من المسابقة دي بيكون عنده فرصة عظيمة جداً يا إما يبتدي شغل خاص به أو بيلتحق بأكبر الشركات العالمية هي أن الدورة دي هي اللي بيميزها أنها الأكبر في تاريخ المسابقة الدولية للبرمجة والأكبر في تاريخ المسابقة كلها خلال السنين اللي فاتت خلال 46 سنة من وجود المسابقة لأننا السنة دي عندنا نسختين نسخة 46 ونسخة 47 فأحنا عندنا مسابقتين في مسابقة واحدة المسابقة فيها أكتر من 1500 متسابق وأكتر من 1500 حضر من متسابقين ومدربين ودكاترة جامعة وأساتزة من كل الجامعات في العالم المسابقة الدولية للبرمجة تعد أكبر مسابقة برمجة جامعية في العالم وتضم أفضل 300 فريق تم اختيارهم من مجموعة كبيرة تشمل حوالي 40 ألف فريق تنافسوا في التصفيات أكبر مسابقة برمجة هتحصل في العالم سابقاً ومستقبلاً عشان مسابقة سنة 22 طارت تلغي عشان الكوفيد فحطين مسابقتين مع بعض السنة دي مصر بتستضيف خيرة عقول العالم في مجال حل المشكلات باستخدام الكمبيوتر من جامعات بتزيد عن 3000 جامعة هذا وتهدف المسابقة الدولية للبرمجة إلى توفير منصة ممتدة لدعم التدريب على البرمجة عالية المستوى بالإضافة إلى تعزيز الابتقار لدى الطلاب واكتشاف المواهب المتميزة في البرمجة